اشتركوا في القناة استاذة مجدى صباح الخير اهلا بحضرتك منورة منورة الصحة والجمال ومنورة الدنيا عايزين نحل مشاكل الحارب كلهم يعني ماشي تمام في اسئلة جات لنا باية حقوق المرأة المطلقة تمام لو نبتدي نقول مثلا حقوق المرأة المطلقة بعد الطلاق ما فيه نفقة عدة ونفقة متعة تمام وبتتمكن من مسكن الزوجية دي اول حاجة ده لو هي عندها اطفال ما عندهاش اطفال مش هتتمكن من مسكن الزوجية تمام تمام كده لا يتم التمكن تمام كده تمام فيه بقى اللي هي تعتبر لو هي قبل الطلاق بقى فيه نفقة الزوجية تمام بالنسبة لحقوقها بقى كمرأة فيه مؤخر الصداء مؤخر الصداء ده بتعمل بيه امر اداء مش شرط ان هي تاخد بيه حكم من المحكمة تمام او تلجأ لمحكمة القصة تمام مجرد ان هي بتاخد اصل الاسيمة تمام وبتلجأ لمحكمة اللي هو قادر الامر الوقتية ايه وبتقدمه الاصل لأسيمة وبتعمل طلب بأمر اداء للمبلغ بتاع اللي هو الاسيمة الموجود مؤخر الصداء قادر الامر الوقتية اللي هو اللي موجود في المحكمة الابتدائية ايوه فبيضيع امر بأداء المبلغ لاني اعتبر الاسيمة بالنسبة لنحن او بالنسبة للزوجة هي تعتبر اسيمة ورقة رسمية معترب بها قانونة فمش شرط ان هي تاخد حكم بمؤخر الصداء تمام فمجرد ان هي بتاخد قصة للاسيمة وتلجأ لقاضي الامر الوقتية بتاخد امر اداء بالمبلغ بتاعها مؤخر الصداء طيب تمام فيه سؤال جاء لنا كده مبارح على الفيسبوك تمام تمام فيه واحدة متزوجة ايوه واحد ايوه على مراته يعني مراته الاولى وهي تزوجته تمام انجبت منه ولد ايوه دلوقتي انا مش عايزك عايزين اراف حقوقها ايه انا مش عايزك بس تتنازلين عن الولد الولد عنده سنتين لا لا يا جزء التنازل لان الحضانة تبع تعتبر من نوضح لستاذ المشاهدين سألونا على الفيسبوك السؤال جي ده جي 11 مرة على الفيسب لا لا يا جزء التنازل عن الحضانة لان الحضانة مقررة للام تمام سواء ان هو الولد اساسا من من تاريخ مولده لغاية تاريخ بلوغه تمام البلوغ بالنسبة له هنا ايه البلوغ ان هو بيوصل لسن معين تمام طبعا القانون شرع او المشرع شرع قانونا ان اساسا لامة 18 سنة لامة في الحالة دي بيخير الطفل او بيخير الولد في بلوغه 18 سنة هل هو بيبقى مع والدته او بيبقى مع والده في اتمام سن الرجل في اتمام سن الرجل تمام في بيبقى فيه عملية تخيير عند القاضي نفسه القاضي نفسه بيخير الولد سيبلع البيت دلوقتي بقاله شهرين لا يبقى من حقها ان هي حضرتك بتعمل نفقة زوجية ونفقة صغير وفي الحالة دي كمان بتتمكن تثبت زي انه هو ما بيجيش البيت هو بيجي يشتمها يضربها ويمشي لا كل دي امور بتثبت حضرتك بتعمل محضر رسمي في اسم الشرطة بتعمل محضر اثبات حالة بالقصة لو ما عملتش ايه مش عايزة مشاكل وعايزة تطلق تعمل ايه بتلجأ حضرتك عايزة تتنازل عن كل حاجة مش عايزة ايه حاجة بس معدر الطفل لا يا حضرتك في الحالة دي بتلجأ للخلع بترفع دعوة خلع بتلجأ لمكتب التسوية بتعمل طلب بالخلع وتبتدي مكتب التسوية بيحاول ان هو يوفق ما بين الزوج والزوجة لو ما فيش اي يعني ترابط او فيه تسوية ما بين الزوج والزوجة في الحالة دي بيديها اختصاصه بان هو بتخلع الزوج ويفكر للأسيمة الجديدة وصله لحضرتك وصله لحضرتك لكن بالنسبة للخلع برضك ان هي حوالي ناخد بالزبط حوالي شهر او شهرين اثناء الاجراءات بقى مش من حقه يروح ولا من حقه يروح البيت ويدرابها ويجتمها رايح جايك لا 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 مش من حقه قولي ده غير قانوني تعمل ايه لو عرف ان هي رفع عليه خلع يروح يدرابها تعمل ايه هي تعمله جنح الضرب في حالة الضرب محضر بقى ومحاضر في الاسفة بتحبش الملاش في الكلام ما هو اساسا في الاصلي بيرجع للزوج نفسه فعلا سلمي او جاي على اساس ان هو بيعمل مشاكل لا هاتي الطفل ده السؤال بزبط 12 مرة جاي لا الطفل بالنسبة لنا لاجوز التنازل عن حضانته لان يعتبر من حضانته الام زايد ان هو في حالة زواج الام من اخر بعد الطلاق يبقى من حق ام الام ام الام ما فيش ام الام بعد بقى مثلا علوه معين يبقى ام الاب ام الاب ايوان ما فيش ام الاب لا ما فيش ام الاب يبقى فيه خالة فيه عامة كده الاول الخالة الاول تسلسل اللي هو النسل بتاع الام نسل الام ايوان بعد كده بندخل على نسل الاب تمام 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 ما هي واجبات الاب بعد الانفصال عن الام الحضنة بيبقى الواجبات دي اعتبر ان هي نفأت مدارس تمام ونفأت علاج بردك عليه تمام ونفأت اللي هي النفأ العادية اللي هي نفأت الصغار تمام في حضرتك بدل فرش وغطا في بدل العاب في بدل اللي هي الترفيهات اللي هي نوادي وقصص دي كلها بيبقى بردك واجبة على الاب بناخد بيها احكام احكام اه فيما بيعملش دا كله والمصاريف التعليمية دي تعتبر اساسا على الاب مش هامو بقى فيما بيعملش دا كله ما كل دا حضرتك بيجاب بيه احكام ويبدأ ننفذ عليها الام في الحالة دي او الزوجة بتلجع لبنك ناصر في حالة ان هي مش طايلة اي حاجة يبقى خلاص فيه بقى هنا يعني فيه قانون مشارعا هي تلجع لبنك ناصر وتاخد مبلغ النفأ منه والبنك بعد كده بيرجع على الزوج طب ازاي لا مش فاهمين نوضح لستاذا المشاهدين اهو حضرتك دلوقتي الزوجة مش طايلة ان هي تجيب كمت النفأ يبقى في الحالة دي بتلجع لبنك ناصر بنك ناصر بيتعامل معاها وبياخد جميع اوراقها ويبدأ يديها المبلغ بتاع النفأ او جزء منها مش شرط ان هو يديها المبلغ كله فمجرد ان هو اديها المبلغ البنك بيرجع تاني على الزوج يسدد كامل المبلغ اللي هو سدده للزوج البنك بيسدد لها وبعدين البنك بيرجع على الزوج طب فريدي الزوج مش موظف لا الزوج حتى لو مش موظف بيشتغل بليومية يعمل ايه لا الموظف البنك ليه إجراءات بيتعامل بها مع الشخص لان يعتبر دوة دين تبع البنك والبنك بياخد إجراءاته كلها كصاحب مديونية عن طريق نفأة الزوجة تمام فبيبدأ يعمل نظام حجز على المنقلات زي أي حاجة عنده يحجز عليه أي تسارك خالص وغلبان وشغال مثلا سواء تاكسي شغال عامل بليومية ما أقول لدوة إجراءات حضرتك البنك بيتبعها أو بإجراءات رسمية دي حاجة عملها بيرجع بيها على الزوج ويقدر ياخد المبلغ منه كاملة في حالة نفأة زوجيا إياا عدم وجود أطفال عدم وجود أطفال ويتعتبر نفأة زوجية نفأة المتعة نفأة المتعة هذاك في حالة الزوج هتنقدت عدم الزوج لأنا نفأة زوجية حتى إذا عاشا أطفال تاني كدة في حالة ان هي في حالة الطلاق يبقى لها نفقة متعة ومؤخر صداء ونفقة عدة في حالة الزواج وهو كن على زمته لسه ما زالت عفيا اسمته يبقى في الحالة دي بتاخد نفقة زوجين حتى لو ما عندهاش أطفال أيوة تمام تمام السؤال تاني كده معلش سيدة المشاهدين هل من حق الأم اختيار المدرسة التعليمية السؤال ده مسؤول 48 مرة هل من حق الأم اختيار المدرسة التعليمية التي تتناسب مع الحياة الاجتماعية للتفل بص حضرتك التفل النهاردة ولحسب مكانيات الأب التفل النهاردة بتواجد في مجتمع يعتبر المجتمع ده هو ده اللي يتربى فيه فالنهاردة لما هاجي عنشاء التفل ده في مجتمع سوي هيتلع شخصية سوية في المجتمع وهينفع المجتمع النهاردة لما يجي هالجة أن أنا أجيب الطفل وحطه في مستوى أدنى من المستوى اللي هو يعيش فيه يبقى في الحالة دي أنا باقي دي على الطفل من أول مستوى أقل عشان نوضع عن أستاذ المشاهدين أيوة يبقى في الحالة دي الأب ملزم وفقا ليه القانون إنه هو يتم وضعه في وضع تعليمه معين طب مش إمكانيات الأب حتى لو إمكانيات الأب ضعيفة يعمل إيه؟ إحنا بالنسبة لنا كده بنقول هو واجب عليك كذا يبقى هو معروف إنه الواجب على الأب إنه هو يتنتزل بالمصاريف التعليميين يعني اختارت مدرسة دولية مثلا هو حضرتك بـ 200 ألف في السنة نعمل إيه؟ لا هو مش هو يعمل إيه؟ هو حضرتك في الحالة دي اللي بتاخد حكم برضو زي ما فيه رجالة مفترية فيه ستات مفترية برضو أيوة طبعا هو في حضرتك بتاخد حكم بالمصاريف التعليمية تمام وتبدأ برضك تاخد إجراءاتها على أساس إنه ترجع على المصاريف على أد المصاريف على أد المصاريف تمام لكن ما بتجبرش الراجل إنه هو لا مفيش إجاوز حتى لو تجاوز لو تجاوز لا فلوس إجاوز بخرى لا ملاقاش علاقة بالكسة دي فلوس هتاخدها برضك فلوس هتاخدها ملاقاش دعوة ده القانون مشارك زالي تمام 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 بشكورك تمام فيه سؤال تاني مقرر سبع مرات فيه حالة انفصال الأمة عن الزوج وزواجها بآخر هل إحنا جوابنا من شوية آه لو هو بتجاوز بس نوضح تاني باختصار وزواجها بآخر هل من حق الأب بضم الصغير لا ملوش إنه ما يضمه يعني نعتبر الحضارة من حق الأم لو تجاوز لو في حالة زواجها يبقى أم الأم في حالة زواجها أم الأم فيما علاق يعني فيما معناها تودي عند أمها وتنزو في حالة عدم موجود أم الأم بقى في الحالة دي موجود الخالة نفسها الخالة أيوة لكن ما روحش للأب لا تمام تمام بشكرك سؤال تاني مقرر أربع مرات ما هي الأسباب الحقيقية وراء مشاكل الطلاق التي تكثر في مجتمعنا الآن أصليحنا خضرتك النهاردة ما بين ظروف المجتمع اللي حواليني فالنهاردة الزوجة أو الزوج المجتمع اللي هم موجودين فيه ممكن تكون ظروف مادية ودي تعتبر في الأغلب والأعام الموجودة في ما بين الزوج والزوج إن أنا النهاردة لما أكون مستريحة مادية أنا يبقى مش عامل مشاكل لكن لما أكون فيه ظروف مادية سيئة ما بين الأب أو الأم لا 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 بس أنا عايزة يحبني ما بيحبنيش أعمل إيه طيب هيا بقى أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للزوجة وخاصة الزوجة العاملة هي دي اللي تبقى الضروف بكله جاي عليها لأن الزوج بيوصل لنقطة معينة ما هو كمان تعبان تمام بوضيية بتوصل لنقطة إيه إن أنا أشيل وإنت تشيل بمعنى إن إحنا نشيل ومصريف مع بعدينا آه تمام؟ يبقى أصبح هما دلوقتي باتفاقهم بيتفقوا مع بعض بيتفقوا مع بعض آه هو دي اللي يحل كل المشاكل يعني إحنا آه عدم التوافق أو عدم الاتفاق هو اللي بترتب عليه مشاكل معينة في المنظومة الجديدة في المجتمع الجديد اللي إحنا فيه معظمهم بيشتغل معظمهم بيشتغل فلازم هما عندهم أولاد أطفال فدي يعتبروها مؤسسة والكل خاضع لها هي وهو خاضعين للمؤسسة عشان تنجح أيو عشان ينتج إنتاج كويس للمجتمع اللي هو المجتمع الحاضر أيو المستقبل أيو تمام أفدكم الله تمام سؤال تاني مكرر 17 مرة تمام تمام لماذا الأب في الوقت الراهن دوره غير إيجابي مع ابنه الصغير أو الابنة لا ده بيترتب على هي ظروف المادية والأخلاقية برضو المادية كله مادية أصل هي ده طبعا أساس المشاكل اللي إحنا فيها ما فيش بقى حبني وحبك وإيلاف يو لا ده القصص دي حضرتك ما كوني واحد مستريح نفسيا بنتدي بقى نتجه طب قالت له كده هو ما عبرهاش هو ده النصيب هو ده نصيبها نصيبها أيوه تفزل قاعدة كده بس مكبوتة أعودي يا حبيب أعودي يا حبيب تزيب ملكيش دعوة بيه خواليس أنت في حيك وهو في حيك هو ده النصيب تمام برضو مشاكل مادية دوره غير إيجابي مع ابنه الصغير أو الابنة بيرجع للأخلاق بتاعت الأب نفسي والنشأة بتاعتها متنح كده ما بيدلعهوش ما بيهننهوش بترجع للنشأة نفسها يعني ما شابع على شيء شابع عليها صحي كده شخصيته بس هي الشخصية لكن مشكوره ما عاش بيكره ابنه لا 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 صحي كده هايكره صغير صغير عملي ما فيش أب بيكره ابنه صحي كده ولا بيكره بنته تمام تمام سؤال تاني مكرر 22 مرة ده كبير أوس سؤال ده بصراحة لماذا الأب في الوقت الراهن يرمي العب كله على الزوجة حدريك نركزها معايا آه عشان كده مكرر ده 22 مرة تمام وخاصة في حالة عمل الأم أيوة لسا كنا بنتكلم منا لسا كنا بنتكلم في المجتمع الخارج أيوة لأن هي سرحلنا بقى واحدة واحدة بالتفصيل النهاردة الزوج هو السؤال ده في حالة عمل لماذا الأب في الوقت الراهن يرمي العب تمام على الزوجة خلينا بقى وخاصة نشرح بقى بيرمي العب عالزوجة ليه بصحة ده الزوج النهاردة لما بتلجأ الزوجة للعمل تمام هل هي بتلجأ للعمل طرفيهي ولا بتلجأ للعمل لمجرد إن هي بتغطي موقف معين بالنسبة للزوج لا 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 هو فيه كده وفيه كده فيه ستات أنا محبش أعود في البيت أنا عود في بريتها أموت تمام ليه لو قلنا طرفيهي بهي كده بالنسبة للحياة العملية تمام فيه ستات بتشتغل ورواتبة كبيرة جدا أنا بقول له حضرتك وما بيصرفوش أيوة أيوة مساعدش لإنه اتفاق ما بينهم برده كما الاتنين لا مش اتفاق حتى لو هو مبسوط كده حالة عدم اتفاقهم عشان إيه هو يقس تمام يقس إنه هو يقول لها ففيه رجالة برضو زي ما احنا تحملنا عن رجالة في الأول نيجف صفوهم شوية عشان دول حبايب قل أيوة I love you بيبي بيصرف يقول أنا تعبت معاها وعايزة ربي العيال في مجتمع ساوي مش عايزهم يطلعوا أمهم مطلقة وتروح تتجاوز تاني وتتجاوز لهم عيال تانية ما هو برضو يعني هي من حقات تتجاوز وهو من حقات يحفز على البيت تمام فبييأس معاها فيه ستات كده تمام فلوسي لي إنت تصرف علي ما ده الواقع اللي احنا فيه أستاذ جهاني هو ده الواقع اللي احنا فيه هو أساسا الواجب بتعالى الزوج يبقى فين بقى ما فيه هو السعب يقول العاب النهاردة كله هيبع لماذا الأب في الوقت الراهن يرمي العب المسؤولية على الزوجة في حالة واحدة في حالة عمل الزوجة لأن يعتبر هو دلوقتي وصل لفايصل معايا طيب في رجلة ما ترميش اشتغلي واللي انت هجي به اصرفيه على البيت السؤال مقرر 22 مرة يعني معنى كده ايه ان فعلا ده واقع احنا فيه واقع المجتمع يعني الرجلة بقى احنا بدعنا دلوقتي احنا بدعنا دلوقتي يا أستاذ جهاني ان الراجل بيبتدي اللي هي بتشيل فلوسها في البنك بيشيل ايده من المواضيع بطريقة مبسطة لمجرد ان الام بيلعبها يا ايوة لمجرد ان الام خلاص دخلت للمجال العمل فالمجال العمل يتحمل لبقى المسؤولية زي زي المفروض بقى المفروض دلوقتي ان فيه اتفاق ما بين اتفاق بردك هو كله بالاتفاق لازم بالاتفاق ولو في حالة عدم الاتفاق يبقى فيه مشاكل يبقى بردك المشاكل بينتج على ايه مشاكل بنرجى الى المحاكم بنبدأ نقول بقى نعمل نعمل نفاق صغير لا ده مش عارفة يعني بندخل في حوارات وفي مشاكل برده في رجلها غلبانة مش مش وش كده مش عايزة كده بنت ناس ما هو بنت ناس زي مش عايز وزيبات وعليه حقوق ومتدوز واحدة شريرة لا المفروض ده على فكرة حضرتك يا أستاذ جان ما تظلمش الست لان ما فيه الست في الكون كله شريرة شريرة أصلا أنا قل لي اجبرني انها بقى شريرة مع أولادي أو مع زوجي طب ما أنا أصرف معايا يا أستاذة في بداية الاختيار الحسن بمعنى ان انا بختاري الزوج عشان استريح بختاري الشريك عمري عشان استريح ما حصلش وانا مرتحتش تبقى كل ده نصيب تمام من ادع برده كلمة ايه كل ده نصيب تمام اعمل ايه لا في الحالة دي ما نتحتش ومش هصرف بقى وانت هصرف يبقى بتغذل لو في حالة عدم الصرف والكلام ده كله وقصص وافع على ظروف المادية وبتشتغل وبتشتغل وفي حاجة كمان ده 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 في رجالة كل يوم بيوصلها الشغل ده في رجالة غلبة جدا لا ده بكل ده حضرتك ده في رجالة كل يوم بيوصلها الشغل عشان ايه طيب يا بابا بتوصلها الشغل انا عدت اخد ودي معاه في الفيس تمام طب انت انت بتشتكي منها انها ما بتصرفش طب انت بتوصلها ليه سيبها تركب بتتعامل هي في الشارع عادي لا بس بردك بيحافظ عليها لا بيحافظ عليها قال لي عشان ايوه بيحافظ عليها العيال ما يشوفوش المنظر ده فزي ما فيه ستات بتقول انا بعيش بيدربني وبيموتني بتقول عشان ابني ما يشوفش وانا بعمل فمه كده ما هي بتأكله وبتشربه وبتلبسه وبتحميه وعدها ما اكتر مني ما يترتبش على الولد ما يشوفش ان انا ابنه وما بوديش امه في حتة فبيتعاملوا بيتعاملوا زي يعني عارفة طحنيت ايوه يعني خد وهات كده هو كده لكن انت في حالة يبقى احنا كده في الحالة دي بنعمل تربية نفسية بالنسبة للتفر من بداية الامور متحمل نفسيا يبقى كده ده قبل محترم سوي سوي فمتحمل نفسيا اللي هو نفسية الطفل نفسية الطفل بس حاسس بنفسية الطفل ايوه ومش عايزه عايزه بقى سيء تبقى حلوة او يعني بيادخل مثلا في المجتمع ببقى سيء الأقلال انا بابا انا يميل انا بعمل كذا شوفوا هي بتعمل ايه بقم معيالة اللي يقوموا عليها بس بالنسبة لو احنا وصلنا للنقطة دي الطفل لا يتدخل تمام ويمتنع تماما عن الدخول في مشاكل الوصف يعني زمان وإحنا بنتربى ايوه اهلي حضرتك واهلي ربوني وغيرنا والناس القديمة ما كناش منشترك في اي مشكلة لا لما ايوه ما بنشتركش ولا حتى مجرد السمع للألفاظ او الكلمات ولكننا سمعين ولكننا موجودين في البيت بيسمع وتلاقي العب بيدخل وهاي يا حمادة شوف شوفت هي عملتلي ايه ايه حبيبي شوفت هو عملتلي ايه ده النهاردة الطفل بيوصل انه هو مستوعب مستوعب للمواقف فيه محاكم عقلية كل واحد فينا فيه محاكم عقلية صح الطفل المحاكم العقلية بتاعته غير مكتملة ايه ازاي ادخله ده عايز عايز يزاكر يفرع وصل لموقف اللي هو الفهم يعني ما فيش طفل النهاردة ما بيفهمش لا بيفهم بس بيفهم والمحاكم العقلية بتاعته غير كاملة تمام ايه انت المحاكم العقلية بتاعتي انا كاملة بتاعت حضرتك كاملة بتاعت بابا كاملة لكن التفلي لا مش كاملة اقدر اميز التفلي لا لا كل سنة صح كده بيتغير المحاكم العقلية بتاعته بتكبر ايوه صح بتكبر معي صح بشكر حضرتك جدا الله يفرح مرسي يا فانا انا سعيدة جدا بالحديث مع حضرتك ولكاعك و دهنا نسعادة جدا النهاردة بالقال اصده جاي ربنا يكريمك نستنى حضرتك الحد الجاي نابجي نسعادة ان شاء الله في مزيد من المعلومات في الحقوق الراجل بقول للمرأة نتكلم في ايه المرأة الجاية ايه رأيك نتكلم في المرأة برضو المرأة انت بتحبي المرأة حبيها القانون بيقيد المرأة بيقيد السيدات بفيس التات مفترين بس معيش بس لها القانون ولا الحقوق طبع القانون ماشي بشكر حضرتك جدا بشكركم سادة المشاهدين باي باي صباحكم سكر باي موسيقى شكرا